السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعد الله ومساءكم بكل خير اليوم سنقدم لكم أفضل طريقة لزرعة العنب من خلال الأقلام وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الاحترافية التي يبحث عنها جميع المزارعين إذن متابعين الكرام إذا زارتهم العنب بهذه الطريقة فسوف تحصلون على آلاف شتلات العنب مجانا وقبل بداية الفيديو نود أن نعرف من أي بلد تتابعون صفحة تعليم الزراع وإذا كانت لديكم أي تساؤلات في مجال الزراع بصفحة مع زرعة العنب من خلال البدورة ومن خلال الأقلام فنحن سنجيب عن جميع تعليقاتكم بدون استثناء والآن متابعين الكرام سنمر لنعرفكم على خطوات هذه الزراعة فبالنسبة للخطوات فهي خطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي مزارع أن يقوم بها سواء كان مبتدئ في عالم الزراعة أو محترف فبالنسبة للخطوة الأولى وهي أخذ أقلام من شجرة نادجة ومتميرة ثم تقومون بهذه الطريقة التي نقوم بها الآن وإذا أردتم مشاهدين الكرام الحصول على نتيجة مدمونة وناجحة 100% فما عليكم سوى اتباع جميع الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة والآن سوف نذكركم بقولي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا أو غرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بيمة إلا وله فيه أجرا كبيرا وإذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الآن واستفدتم منه ولو بالقليل فلا تنسوا اللايك ومتابعة للصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وغدا إن شاء الله وفي نفس الوقت على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب وعلى الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة سنقوم بإنزال فيديو جديد وزرعة جديدة إن شاء الله أكونوا في الموعد إذا متابعنا الكرام ما هي الزراعات التي تودوننا أن نقوم بزرعتها في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع فبناء على طالباتكم سنقوم بالزرعة إن شاء الله أما بخصوص التربة فيجب وضع بعد السماد العدوي فبالنسبة للذين يتساءلون ما معنى السماد العدوي فالسماد العدوي باختصار هو مخلفات الموعد والموش وغدا إن شاء الله سنقوم بإنزال فيديو جديد حول زراعة التفاة من خلال البدور أو زراعة أقليم الليمون والآن متابعنا الكرام اقتربنا على نهاية هذا الفيديو إذا متابعنا الكرام كان معكم الأستاذ عبد المول العماري من قناة تعليم الزراعة لنلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة إن شاء الله كونوا في الموعد ترجمة نانسي قنقر